موسيقى تقول أنا أستاذة كنت أدرس سابقاً بالابتداء فلما تم الترقية وصرت أدرس التلاميذ في الإعداد يعني صرت أدرس البالغين أنا كنت من قبل محجبة لكن حينما رقيت وصرت أدرس تلاميذ الإعداد وضعت النقاب فمنعتني الإدارة من ذلك فهل يا ترى أخلع النقاب وأستمر في تأدية دور الرسال في تربية وتعليم أبنائنا زادك الله وإيطال أستاذ حرصاً ورفع الله قدرك وأعلم أنك تقوم بعمل الأنبياء فإن الملائكة في السماوات حتى الحوت في البحر لا يستغفرون لمعلم الناس الخير والنبي يقول صلى الله عليه وسلم وقد مر على حلقة في المسجد دعون الله قال أنتم على خير إن شاء الله أعطاكم وإن شاء منعكم ومر على الأخرى يقرؤون القرآن ويقرؤونه قال أنتم على خير إن شاء الله أعطاكم وإن شاء منعكم ولما مر على حلقة يتعلمون وأعلمون قال وأنتم على خير وإنما بؤثتم أعلم وجنس معهم اختارهمهم فأنت تقوم بعمل جليل تعليم الناس وتربيتهم وأنت تعلمين وتربين تربين بأخلاقك بحجابك جزاك الله خيرا فلما رقيت يعني كأحسستي بالحرج وصرت تضعين النقاب في الأخرى طلب منك أن تنزعيه أنا في رأيي إن شاء الله تبارك وتعالى استمري في ممارستك إن شاء الله التدريس لإعدادي ولا داعي لوضع النقاب النقاب هو أمر مختلف فيه والجمهور أن المرأة وجهوها وكفيها ليس بعورا هذا يكفيك إن شاء الله تعالى والله قال قل للمؤمنين يغضوا من بصاريح فإذا كانت المرأة قد وضعت حتى النقاب على الوجه يغضوا البصرة ممن؟ ممن؟ حتى يوجب اللعد إذا اللي دائي لهذا الأمر الذي وجهه الله للرجال إذا كانت كل النساء قد غطينا كل شيء ثم ثانيا أنت تقومون بعمل جليل تدريس ونحن نحتاج لمثل هذه الأستاذات الطيبات المباركات المؤمنات الجليلات القدر ولذلك ما درش مشكلة إن شاء الله تعالى خلعي هذا النقاب وركب الحجاب ديالك وعلمي أبناءنا وربيهم وعطيهم نموذة إن شاء الله تعالى المعلم والمربي الذي يقود أبنائه إن شاء الله إلى الفضيلة ويبعد من الرذيلة يقودهم إلى طاعة الله لا إلى معصيته يقودهم إلى الحفاظ على السنة لا إلى البدعة يقودهم إن شاء الله تبارك وتعالى السباق في الخيرات لا الانزلاق في سوق الشهوات جزاكي الله رب الأرض والسماوات يقول أحد الإخوان في سؤال حنا أن نفذ الجهة ديالنا والدوار تعنا إلى مرض الولد ولا البنت ينزل أهله إلى السوق ويمشيوا الشريوشات ويذبحوها ويغيرون إسمه نحونا ولا قوة سيلا بالله ما هذه الطقوس التي المسمع بها من قبل ولكن كلما تواصلت مع الناس في هذا البلد وفي جميع مناطق المغرب إلا وفعلا فعلا وصلتني أخبار غريبة تدل على أن الإسلام لم يصل إلى الكثير من المناطق وأستشعر ثقل الأمان الملقات على العلماء وعلى الدعاة وعلى المجالس العلمية التي لم تصل ولم توصل هذا الخطاب إلى الناس في قاع المجتمع حيث يؤاشعش الجهل والخرافة وكان لابد إن شاء الله تبارك وتعالى أن تكون لنا جيوش من الدعاة تنزل إن شاء الله إلى هذه القرى وهذه الأماكن البعيدة لكي يؤلموا الناس العقيدة والدين لكي يخرجوهم من الأمية الدينية والأمية التعليمية والأمية الطربوية كيف يمكن لهذه الأمة أن تقلع في عالم التنمية والذي من المفترض أن يقوم بها وهو الإنسان عنده هذا النوع من الفكر الذي يجذب الإنسان ويحطه إلى الأرض ما هذا؟ يعني أنك مرض لولد ولا البنت فبدل أن يذهب به أو يذهب به إلى المستشفى ويعرضه على الطبيب المختص وهذا يعني لا بد لكن قل لي أين هو الطبيب؟ أين هو المستشفى؟ قد يعيش الإنسان في بعض المناطق حياته كلها ثلاثين أو ربعين سنة ويموت ولم يدخل مرة للمستشفى من أين مرض واسمه؟ إلى كين شي عشباء إلى كين شي كذا إلى أشعاش وإلى مات يدفن وهكذا في صمت وحنا في القرن واحد وعشرين حنا في ألفين وسبعتاش ما هذا؟ بيننا وبين الحضارات الأخرى المتقدمة سنوات ضوئية سنوات ضوئية حنا عندنا مسائل مغرب نافع فيه 8% الحركة الاقتصادية وأن المغرب الذي لا نسمع عنه ولا يتواصل معه المسؤولون فليتشعري ماذا يقول هؤلاء لرب العزة وماذا نقول نحن ولا نبلغ لهؤلاء يعني الدين كي يمرضوا يمشيوا للسوق ويشريوا ويبدلوا اسمية هل يعتقدون أنهم إذا اشتروا شات وذبحوها وغيروا الاسم سيذهبوا المرض هذه الطريق لمعارضة المرض واش هذا شيء منطقي واش هذا شيء عقلي ولكن انظروا إلى الاعتقاد كيف هو هذا اعتقد غيف هذه مسألة أما اعتقدت أخرى في مسائل أخرى فالله سعال أعلى وأعلم ولذلك هذه ما أنزل الله بهنا السلطان سميت السمية النهار الأول اللي تبقى سميته هي ينادى بها يوم القيامة وإلى مرض المريض الحل الوحيد هو الطبيب ما كان ينشي الطبيب لا حنى ولا قوة إلا بالله العظيم فقضية شراء الشاء والذبح وبدي السمية هذه الفليسات أديوا ليداتك إن شاء الله تعالى وروح لأقرب مدينة والأقرب مستوصف وخلص الطبيب ويكشف عنه ويجص نبضه ويشخص حالته إلى النشط إلى النشط إلى النشط إلى النشط بيطار أتقل عن أقول السلام وشري الدواء هذا هو إن شاء الله تعالى السبب شرعي ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله اللهم أعلمنا يا رب يا رب يا رب يقول السؤال أنا أعمل إن شاء الله تبارك وتعالى في مجال الإشهار لأني وظفتي أنني أقوم بأعمال إشهارية إشهارية لبعض المواد إن شاء الله الاستهلاكية وفي بعض المرات يأتيني عمل لكي أقوم بالإشهار لمشروبات كحولية فمالعكم الإنسان يقوم إن شاء الله تبارك وتعالى بعمل إشهاري لبعض المواد الاستهلاكية مزيانة سيدي خاصة إذا كانت تلك المواد الاستهلاكية واسمو تكون إحلال ثانيا ما تكونش منتهية الصلاحية ثانيا ما يكونش فيها لغش رابعا ما يستعملش ولا يقولها شي جوما اللي يزين فيها السلعة فوق ما يطاق فينسب إليها ما ليس فيها وهذا كذب هذا كذب ما يخص شي يدخل فيه الكذوب ثم ما تكونش حرام لا يجوج لك أن تقوم بأعمالية إشهارية للكحول للمواد الكحولية إذا كان المواد الكحولية المشروبات الكحولية إذا كي يعني بهاش الخمر هذا حرام رام العون كل من يقترب من الخمر بائحة مشتريها ساقية عشرة لا أنا رسوله في الخمر عشرة فلا تكون منهم ورفض لا تقوم بالإشهار للخمر أبدا أبدا ولو أدى ذلك إلى تركي هذا العمل فإن عملك مطلوب ويمكن أن تقوم بهذا العمل في المسائل الحلال الله يجزيك بخير هذا أمر محجوم فيه مقطوع فيه والقول قول واحد ليس هناك قول آخر جزاك الله خير وأحسن الله إليك ورفع الله قدرك نحن مجموعة من الشباب نجتمع في كل خميس عند أحدنا ثم نقوم إن شاء الله تبارك وتعالى بقيام الليل جماعة فهل يجوز قيام الليل جماعة إذن أنتم ترون أننا في رمضان نحيي الليالي جماعة في المسجد فليس هناك ما يمنعك وليس هناك ما ينهاك عن قيام الليل جماعة في البيوت قيام الليل من الأحسن النساء كيدينوه في الدار بوحده أن يقوم الليل بمفرده لكن لأننا إن شاء الله تعالى نكسل ولا نتذكر فالجماعة تؤينك على الفعل الخير وتشجعك وتدعوك إلى منافسة أفراد الجماعة في الخير ولذلك من الخميس والخميس كتجتمعون إن شاء الله سبحانه وتعالى وفتقومون الليل ويشجعوا بعضكم بعضا ويذكروا بعضكم بعضا هذا شيء جميل وطيب لأن المقصد نتعوى اسمه هو أنكم إن شاء الله تحيون الليل ولي تكون تلك القيام اللي كتدره جماعة من الخميس والخميس دافع أن يدفعكم لكي يقوم كل واحد في بيته الأيام الأخرى فيكون هذا بمثابة محفز لكم وهنيئا لكم وجزاكم الله خير وهذا هو النوع من الشباب الذين نحب أن نسمع عنه ونسمع منه ونرى ونعيش معه جزاكم الله خير وأكرمكم الله ورفع الله وقدركم يقول السائل أنا يا متزوج وعندي أخت قليلة الحياء تسكن مع والدي وإذا ذهبت أنا وزوجتي لرؤية والدي تحرض أبي على زوجتي فقررت أن أقاطعها ولأن أبي يسكن معها فأنا إذن أقاطع أيضا حتى الأب ديالي لأنه ما كان مشيش لديك الدار وأبي لا يأتي إلى المنزل ديالي لأنها سودت قلبه على زوجتي فأراه فقط في المقهى نتلقى نوية في القهوة وأعطيه ما يلزمه من المال يعني القليل من المال ليشتدي بعض المآرم وأنا حائر في هذه المسألة لا إله الله وحمد رسول الله عليه وسلم إذا أنت كنت تصل أباك إن شاء الله تبارك وتعالى أنت وزوجة تكتب في جول الدار ولكن تقول لي لأخت متاعك إن شاء الله تبارك قليلة الحياة فتحرض الوالد على الزوجة إذا ابتليتم بأخت بهذه النفسية والعقلية والأخلاق والسلوك فما عليكم إن شاء الله تبارك وتعالى إلا أن تصبر فإذا هي عصة الله فيكم دائما كنت أعود لهذا أعقلوا علاها فإذا هي عصة الله فيكم فأنتم أطيعوا الله فيها لا تقاطع لا تقاطع صل من قطعك فليس فليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها لكن ان شاء الله تبارك وتعالى كتقول فبنل للوالد انتعك لا يأتي إلى منزلك وإنما تلتقي إن شاء الله معه في القهوة وتقضي حوائجه وتعطيه من المال ما يكفيه وراضع لك وانت تشعرك أنك تقوم ببعض الواجب وتقول لي أنا حيار أنا أقول لك اللقاء انتع الوالد لا ينبغي أن يكون في المقهى انتم ماشي صحاب اللقاء انتع الوالد لا ينبغي أن يكون هكذا لقاء عابر في المقهى مع الناس ومع الدخان ومع ذا هذا ماشي لقاء انتع الاب مع ولده والولد مع ابوه كان عليك أن تذهب إليه إن شاء الله تعالى وتتحمل سوء خلق أختك وتحاول أن تحاول أن تنصحها وأن تصبره في تلك اللحظة التي تكون ثم إن شاء الله تبارك وتعالى وتتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى شنآن أو صراخة أو عصبية تمشي إن شاء الله تبارك وتعالى وتردها بجميل القول وبصبر وبسلوك وصدر يسعها احتسابا للأجر عند الله وما عند الله خير وأبقى حفظك الله ورفع الله قدرك وأكرمك ربك جزاك الله وخير